موسيقى مساء الخير مشاهدينا وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة من برنامج المشهد اللبناني عشية الذكرى السنوية الثانية لثورة 17-20 ثورة دعت إلى إسقاط الأحزاب التقليدية تحت شعار كلهم يعني كلهم لكن تلك الأحزاب بقيت مستندة كما تقول إلى شرعية أصوات حصدتها في انتخابات العام 2018 فيما تراهن مجموعات الثورة على انتخابات العام 2022 لتغيير المشهد اللبناني عنوين كثيرة يتناقش فيها اليوم وجها لوجه شابات وشبان يمثلون أحزابا ومجموعات ثورية سأبدأ من هذه الجهة وأرحب عن ممثل طيار المستقبل عبد السلام موسى أهلا وسهلا فيك وأيضا عن ممثل الطيار الوطني الحر رامي صدقة أهلا وسهلا فيك عن حركة أمل الدكتور علي ياسين أهلا وسهلا دكتور علي وأيضا عن القوات اللبنانية الدكتور توني بدر أهلا فيك من الثورة من هذا الجانب معي الناشطة حسين عشي من مجموعة من تشرين مش مستهد فيناك وأيضا الناشطة فرينا عميل من مؤسسي حركة طالب أهلا وسهلا فيك فرينا وأيضا الناشطة جهات فرح من عمية سبعة عشر تشرين ومن بعلبك جيت تم شيك من المرصد الشعبي أهلا وسهلا فيك سمحوا لي قبل ما نبدأ النقاش قبل ما نبدأ الحوار بين مجموعة الثورة وبين الأحزاب يلي صرنا نقول عنها الأحزاب التقليدية ولكن البعض يعترض على هذا التسمية سأنتقل إلى طرابلس إلى عروسة الثورة وإلى الزميلة ميرنا غرزوزي التي ستوفينا برسالة مباشرة من هناك ومن بعد نعود لنفتح هذا النقاش بنتقل عندك ميرنا نعم ليال نحن هنا في مدينة طرابلس هذه المدينة التي لقبت بعروس الثورة خلال ثورة سبعتاش تشرين الفين وتسعتاش ونحن تحديدا في ساحة النور هذه الساحة التي تقلقت كثيرا خلال الثورة ولفترة زمنية طويلة ومنهم من وصل الليل بالنهار أيضا في هذه الساحة اليوم وعلى بعد يعني أيام قليلة من الذكرى السنوية الثانية لهذه الثورة لا يبدو المشهد كما كان في السابق يعني في الكواليس لا تحضيرات لا يعني مظاهر احتفالية آتية في الأيام القليلة المقبلة والسؤال يبقى هل تبددت الثورة هل اختفت أم أنها ستعود أقوى مما كانت عليه سنرى أو سنأخذ الإجابات من بعض الثوار هنا في هذه الساحة بكلمة وحدة لين زلتوا على الساحة أولا لين زلنا على الساحة نزلنا على الساحة كرميل الطبقة الفيز دي وإسا ما طلعتها الطبقة الفيز دلت يزاتها معناتها الثورة بيئي ونكفي شكرا لألك هل تبددت الثورة؟ الثورة ما بتتبدد ما في ثورة بتخلق لا تتبدد هذه الثورة وجدت لتنتصر وستنتصر على هذه الطبقة السياسية وأحزابها الفيز دين حتى تحقيق العدالة الاجتماعية شكرا لألك هل هناك مشروع آخر لهذه الثورة؟ طبعا الساحات يمكن فضيت بس النقابات انتصر فيها الثوار عم نخوض اليوم تجربة جديدة بتأسيس أحزاب شبابية معاصرة مدنية هدفنا نخوض هاي الانتخابات ونأرجي السلطة بأنه بعد 17-20 حجمها صار بإذن الله صفر شكرا لألك ماذا تقولين عن ثورة 17-20 هل تقولين وداعا لهذه الثورة؟ أبدا ثورة 17-20 انطلقت من هون من ترابلوس عروس الثورة ورح تكمل من هون بس الثورة في فرق انتقلت من الساحات لا سندية الاقتراع بكرا رح نشوف بالانتخابات كيف رح تكون الثورة شكرا لألك مشروعكم ما بعد الثورة السياسيين قدروا سيطروا على جماهير الثورة من خلال شباب جوعوان ونهوان ثقافيا من خلال تسرب المدرسة ونحن مشروعنا هو المشروع واعي مدته طويلة لهذا الشباب الصغير لحتى بعد عشر سنين يقدر هو يغير ويكون ماكن سياسيا شكرا لألك كنت من أول الناس من أوائل الناس اللي قتوا إلى هذه الساحة ماذا تقولين؟ البدي يقولوا انه نحن هلأ بيذكرى الثورة الثورة جميلة ما بيكون إلى ذكرى نحنا كنا هون مع الشباب كنا هون من أول نهار كنت الخيمة هون بهيدا المطرح حتى يناها كنا عشر شباب وكل يوم صاروا يزيدوا 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 الثورة هي فكرة والفكرة بتستمر ما بتخلص لا إذا منع من الساحات ولا هيك لأن الفكرة هي عمل يومي كيف كل يوم نطالب عن مطالبنا تحت الهدف البدنية شكرا لألك ورانا يد الثورة ماذا تقول لشباب اليوم؟ الثورة باقية أنا بقول لشباب اليوم العمر 21 سنة إلى 30 سنة تفضلوا السلم ومحلنا نحن أهلكم جبنالكم العار بهيك طبقة سياسية فنزلوا صوروا علينا بالانتخابات شكرا لألك إذن ليال هذه هي الصورة من هنا من ساحة النور في طرابلس ويبقى دائما السؤال كما ذكرت هل ستعود الثورة أم ستتبدد؟ والأيام القليلة المقبلة قد تحمل الجواب أعود إليك شكرا للزميلة ميرنا غرزوزي سأعود إلى الستوديو إلى ضيوفنا ورح أبدأ من عندك عبدالسلام اليوم لما بدك تتوجه لهؤلاء الشباب أو لما بدك تحاول أن تقول لهم اليوم خطابكم شواء عم يجرب أن يكون قريب منهم بالوقت ياللي أنتوا بالسلطة منذ زمن طويل أنتوا مسؤولون عن كثير من الملفات عن كثير من الهدر والفساد والواقعي اللي وصلت إليها الدولة كيف معقول تقنعهم بجملة أنه لا ما نكون كلهم يعني كلهم للأسف أولا الثورة إذا بدك تقوم ما فيها تقوم على إلغاء الآخر نحنا ببلد في جملة شهيرة لا غالب ولا مغلوب ما حدا بيقدر يكسر حدا نحنا كأحزاب موجودين بحكم شرعية من خدب الانتخابات الثورة هلأ قدام تحدي بهذه الانتخابات هذه بدها تكون منظمة صفوفة ولا بدها كمان تغرق مثل ما غيراني الأحزاب تنقسم هذا جوهر العمل الديمقراطي لا تقدر تعمل خرق بهذا المكان نشوف بالنهاية الحكم للشعب ويجب على جميع الرضوخ لإرادة الشعب بهذا المحل أحسين عاشر لما اليوم بتقوله أن الثورة تحولت من الشارع إلى الثورة بصناديق الاقتراع يعني فيه كثير من علامات الاستفاهم وكثير من التساؤلات اللي كانت بالفترة الأخيرة أنه وين هي الثورة بس يعني لما بتسمع هذا الجواب على موضوع كلهم هل يقنعك بطريقة ما يعني لحبلش من محل ما خلص زميلي قال لا غالب ولا مغلوب المشكلة بهذا البلد أنه هذا النظام هو نظام لا غالب ولا مغلوب لأنه دايماً بده يكون فيه توافق والديمقراطية بتقتضي يكون فيه أكترية تحكم ويكون فيه أقلية بتعارض بينما هن بها المنظومة هن مثل شبكة واحدة مظبوط بالظاهر بيعطونا أمرار أنه هن منقسمين وفيه مشاكل ولكن بالحقيقة عند المحاصصة ووقتي يكون فيه غنائم ما هيكون فيه أي مشكلة والمشكلة بس بتطرق ووقتها يكون بدون يعطلوا هن بيمتهنوا هندسة التعطيل هندسة تعطيل قيام الدولة وهندسة تعطيل أي مسعى إصلاحي أو تغييري ويمكن لحبلش من الآخر وقال لي كيف كلهم يعني كلهم من كم يوم عطلوا القضاء بأهم جريمة وقعت نحن بجريمة المرفأ وبموضوع القاضي بتالي طبعا بمرفأ فينا من عمم بس بالقضايا خلي يقول مين اللي عطل وبين اللي هدد عم بيعي عن ملف تهديد وفي دعوة رد وفي دعوة ارتياب مشروع سمي بالأسماء في اليانوس قدم دعوة ارتياب المشروع بس تيار المستقبل ما كان فيها في نهاد المشروع مين نهاد المشروع مانه بتيار المستقبل لم يعد بتيار المستقبل رح رح لعندك التيار الوطني الحر يعني من أول الثورة كنتم من المعارضين لهذه الثورة ما هي أبرز مآخذ أتيار الوطني الحر على الثورة بالذكرى الثانية على قيامة لا ما كنا معارضين على الثورة لا بالعكس الثورة أتت متأخرة بالنسبة لألنا الثورة أتت بعد 30 سنة كان مفروض كان الشعب اللبناني بحالة الثورة دائمة بهذه 30 سنة بس كنتم تتطلعون إلى ثورة مختلفة نحنا كان عندنا اعتراض على تصويب البوصلة وبظن بعد سنتين إذا بمراجعة نأدية حيالله حدا شارك بالثورة بيقدر يحط مكامل الخطأ اللي كنا عم نضوي عليها بلاقي لأ مزبوط هون نحنا صوبنا بهذا المحل كان مفروض يتصوب بغير محل وهونيك كان لازم يتصوب عليها بالموضوع اللي يتفضل فيه عن القاضي بيطار كمان بدي أرجع له بظن رئيس الجمهورية كان واضح بموضوع القاضي بيطار والتيار الوطني الحر هذا موضوع ما له علاقة فيه بل بالعكس هو داعم للقاضي بيطار ما عدنا نعرف من قاله علاقة صراحة كلهم قالوا علاقة أنا بحكي عني أنا بحكي عني كتيار وطني حرب هل هذا ولو مشوا باختراح الرئيس الحريري برفع الحصنات عن الجميع بس هون أيضا اعتبر أن هذا الموضوع بالسياسة وكان بده يطال رئيس الجمهورية خلينا نروح للسؤال الجوهر رئيس الجمهورية هو مسؤول في هذه الدولة اعترف بعضمة لسانه أنه هو وصله تقرير قبل بسبوعين من هذا الأمر يعني هو مسؤول نحن عملون رفع الحصنات عن الجميع من أكبر مسؤول بالدولة لآخر مسؤول بالدولة وقال لما بنحاسب نعم وقال لما بنحاسب يعني لذا ما رفعت عن الكل نحن رفع حصنات أنا بدي ريح القاضي أنتوا قانون ما بتطعب أنت بدي ريح القاضي أنا بدي ريح القاضي رفع الحصنات مرة واحدة عن الكل ويأخذ كل اللي بده اليوم برأيكم تسكر موضوع رح يرجع بعدين فصل فيه نحن تنظيم أننا شهداء بالمرفق وأمامها الدماء الزكي والطهرة كلهم شهدانا خلي نرفع الحصنات على الكل قبل ما أرجع يعني رح نرجع بعد الفاصل نفود بموضوع المرفق وغيره ولكن اليوم بالذكرى الثانية للثورة في كثير من المآخذ على هذه الثورة أنه ما قادر تقدم البديل يعني أنتوا اليوم عم تعترضوا أن المجتمع الدولي عم يحكي مع الأحزاب بس بأنه هني فرز لأصوات الناس وللرأي العام بينما الثورة لم تستطع أن تقدم بديل لا بل عم نشوف مجموعات ومجموعات بس ما في صف ورسم وحد كيف ترودين على هذين نقل هلأ أول شي يعني بفهم يكون فيه ما أعرف ما بفهم حتى يكون فيه مآخذ هلأ ما فينا نقول حتى أنه الثورة فشل في حدا نقال كمان أنه الثورة فشلت بمحل معين ما فينا نقول أصلا نقيم إذا فشلت أو خسل يعني بشكل عام لأنه بدنا نشوف بعدين النتائج على مرة الزمان شو تخير بس تعترفي أنه في مكان ما فشلت لا أنا بالنسبة لألي أبدا ما فشلت لأنه أول مكسب هي أنه كسرت الأعراف كسرت المحرمات خلقت نبض جديد بالشارع في خطاب كان مهمش لسنين بس وين بدو يترجم صناديق الاقتراع أكيد بس قبل بدي أقول في شي تخير بالمجتمع واللي هو تمظهر بالانتخابات الطلابية الأخيرة ورجعت مظهر مرة تانية بالانتخابات النقابية بالنقابة تنطفت وهلأ كمان نحن عم نحدد كل معارك الاشتباك بالبلد وهلأ في نقابات جاية وكمان لحن نسترجع الخطاب التيقيسي من نتائج الثورة ويعني يلي بدائما بتتهمه أنه الأحزاب تنتهج وددكم رح أرجع له بعد شوي ولكن دكتور ياسين اليوم يعني لما بتحكوا عن المحاسبة عن الإصلاح عن كل إلى ما هناك أنه البعض عنده كثير من المآخذ عن حركة أمل تحديدا يلي هي بصلب السلطة ويلي تعتبر يعني البعض يسميها الأب الروحي للفساد داخل الدولة أنا بتشكرك على هذا السؤال لأنه نحن من 17-20 لليوم على مستوى حركة أمل وعلى مستوى مسؤوليتنا في مكتب الشباب والرياضة عملنا ويركشوب عديدين مع طلاب من المجتمع المدني مع طلاب ومنظمين حول هذا السؤال حركة أمل هي حركة جماهرية وهي ليست حزب انتقائي أنا معيك شخص باعتقد مع احترامي لكل اللي قاعدين هون لو حدا خاضت تجربة اللي خطة بمحاربة الفساد يمكن كان فشل أنا ابن حركة أمل بقطاع العالم نزلت عليه على 17-20 وهو بقطاع الاتصالات أنا وقفت بوجه سفقات الفساد رحت فيها للأخير لما أنا أنزل ويقول الرئيس بري أمام كافة كافة الأعلاميين والصحفيين اللي كانوا موجودين بعين التيني بيقول لي بالحرف لو نبيه بري لحاله وبدو يضل ليحارب الفساد خلينا ماشيون بالدغرة أنا بالممارسة لحس سمحيلي بالإذن بس أنا بدي وصل الرسالة أنا بتمنى الخطاب يكون ما بدنا نرمي شعارات عند الجميع في الأدمة وفي السيء عند الجميع في أشخاص يعوّل عليهم خلينا نحترم موجود بعض خلينا نحن بنظام ديمقراطي والمطلوب هل حركة أمل بالممارسة منذ النشأة اليوم هل هن بعد 17-20 خلع الثوب والطائفة نحن من 17 أزاري 74 رح أعطيك كم نقطة ورح أترك الكلمة لأشباب نحن ولدنا لنهاجم الطائفية إذا أنتم مع الثورة وينني حرس المجلس يلي هشموا عيون كثير بين الثوار هذه نقطة إذا أنتم مع الإصلاح غير صدقيق وغير صالح في صور وفي وقائع صور وفي وقائع نحن تتفضل وتحكي أول شيء حرس المجلس مش مهمتهم كانت هلنا نروح على التكنيكل ديتل خلينا نحن مهمتهم ما نقول لما بقالي أنتم مع الثورة خلينا نحكي بالإطار العام إذا بتريدي نحن حركة جماهرية واسعة اليوم لما بيقولوا أنه الثورة أيضا يعني بانقسامة الداخلة بتشبه إلى حد ما الصراع الموجود داخل السلطة أنه أنا ليش كالبناني بدي روح انتخب بديل بيشبه السلطة بس أنه على غير بمسمى جديد بانقسامات الداخلية أول شيء أول شيء السؤال لا ما في مشكلة ما في مشكلة ما تعتلهم الثورة مش حزب مش تنظيم هي انتفاضة ناس نزلوا بلحظة 17-20 على الطريق وتعرفوا على بعضهم هناك كل حدا شايف شو هو قادر يعمل لهذه الحركة يتوصل لمحال العمل ما كان في عنا تشكلات سياسية قبل ما كان في عنا تنظيمات تقرفنا على بعضنا وهذا ما صار بياخد وقت سنة أو سنتين بمسار دولة مش مش قليل هذه النقاشات بالأفكار بين مجموعات الثورة مشروعة بس بأي استحقاء جد عم نكونوا موحدين بشكل واضح انت قاعد بهذا الصف ولكن بالأفكار وبالطرح كأنك قاعد هون يعني وهي هي توصيف الواقع لموضوع القوات اليوم والتي موضوع القوات اليوم لما بتقولوا أنه أنتوا أقرب إلى الثورة من إلى السلطة ما أنه كمان يعني أنه شعارات ما قبل الانتخابات طبعا أول شيء هذا السجال يصار بأكد أنه نحن منحس حالنا أقرب إلى النص بيناتهم إذا بديك هلأ حطيتونا بالقاعدة هون ما بأسر لأنه أحزاب كم تكتبقوا بالنص بوجي فهلأ عمليا القوات اللبنانية بعداءة على الأقل خليني أقول بآخر سنتين من وقت اندلاع سورة 17-20 من اليوم الأول وأنا في شباب وصبايا بيناتهم بالوجه شفتهم بسحات 17-20 وقتا كنا موجودين حدهم ومعهم وفي محلات تانية كنا مع ناس تانيين كمان بالسحات وقبلها بثورة 14 أدار وقتا كنا نحن ورفائلة قالنا كمان بهذا النضال وقبلها بسحات طويلة من سبعة آب وما قبلها وما قبلها وقبلها بسحات طويلة وبالتالي طبعا فرحتوا بالحديث اللي عم تحكي في خط سيادة طويل خدنا نحن وبالتالي طبعا نحن منحس حالنا قريبين إلى أي نفس ثورة موجود بالبلد وتغييره أكثر من إلى التقليد السياسي اللي بفضل يضل عيش ضمن المنظومة ذاتها جيتا لما بتسمعي يعني هذا إذا بدك المنطق اليوم أي من الأحزاب بتحسيها اليوم أقرب إلى الثورة وإذا كانت القوات فعلا قريبة إلى الثورة هل هي قرب الأفكار أم أنه عم نحكي يعني الخطاب الانتخابي سمع اللي ولا حزب قريب للثورة لأنه أولا في ثلاث أسباب السبب الأول هو أنه هنا طائفيين بامتياز السبب الثاني إذا بدنا نحكي هنا تابعين للخارج يعني في عندك أحزاب مسلحة تابعة للخارج من خلال الفكر بدون ينشروا فكر جديد بقلب لبنان وعندك أحزاب كمان تابعة للخارج ماليا بتساعدهم ماليا حتى يقدروا يكملوا بلبنان وثالث شيء اقتصاديا هن إلى هلأ مع الاحتكارات اللي عم بتصير ما عم بقدموا للبنان شيء إنما لبنان عم بيرجع لورا أكتر فهن بيقولولك نحن عم نعمل نحن عم نعمل بس احنا شايفين لبنان كرمالو عم بيروح للأسوأ فوين هالقصص اللي عملوها ما في شيء لهيك هن تقليديين نحن بدنا نشتغل هلأ على أحزاب جديدة تشتغل بنفس جديد لحتى تقدر تغير ونوصل للي نحن بدنا نوصل ليال بس بقحيل هون بدي أطلع على فارس بس سرعة أحزاب طائفية حركة أمل هي حركة غير طائفية وعابرة للطواف حركة أمل بكواعدة في أشخاص ينتمون إلى من السنة بزيد من الشعر بيت من المسيحية نحن خدنا انتخابات طلابية معهم بطاقات معهم بطاقات حزبية وينهم بالعمل السياسي حركة أمل بالممارسة وينهم بالعمل السياسي لما حركة أمل كسرت كسرت العرفة المذهبة لما حركة أمل قال له الرئيس بره للوزير جبران باسيل بآخر انتخابات 2018 تفضل نلغي المذهبية ونروح لانتخاب كدرجة أولى 64 مسلم بعدنا بنحكي هيدا ممارسة هيدا شعار أو هيدا ممارسة لا طائفية لما حركة ما تنفع قانون غير طائفة هيدا ما بيكون بالممارسة حركة لا طائفية هيدا ديمقراطية أنه ما نسمع بعض لأنه بيحكي ما بيخلي حدا يحكي ما فيه كل اللي عم تحكي انت الشعارات مش ممارسة انت اللي عم تحكي شعارات خليك بالممارسة قريب للرئيس بره وكتير مني سمحولي اطلع على فاصل ومنرجع خلينا نفوت بالأوانين وبشي مش شعارات لأنه اليوم عن جد مش المطلوب شعارات كل الأحزاب يعني أفاضت بالشعارات بكل الفترة الماضية وشفنا البلد لوينس ووصل مش غلط أنه نحكي مع الثورة مش غلط أنه نسمع الأفكار الأخرى وخلوني اطلع على فاصل ومن بعدها نعود مشاهدين أفاصل ونعود لمتابعة المحور الثاني من هذه الحلقة ابقوا معنا نعود للمتابعة هذه الحلقة الخاصة بذكرى ثورة 17-20 وانتقل مجددا إلى ساحة الشهداء في وسط بيروت هذه الساحة التي كانت شهدت أبرز التحركات خلال الثورة كيف تبدو اليوم بعد عامين على ثورة 17-20 مجددا إلى الزميرة ميرنا غرزوزي ميرنا التفاصيل معك نعم ليال نحن هنا في المقلب الآخر لساحة الشهداء في بيروت من هنا من هذه الساحة أيضا انطلقت الشرارة الأولى لثورة 17-20 أكتوبر 2019 على خلفية فرد ضرائب على الواتساب حينها انطلقت الاحتجاجات بشكل غير مسبوق بشكل كبير وبشكل مفاجئ بالفعل الشعب خلع ثوب الطائفية والمذهبية والانتماءات السياسية ونزلوا إلى الشارع ليثور نزل الشعب إلى الشارع ليثور ضد الطبقة السياسية الحاكمة اليوم على بعض مسافة قريبة من هذه الذكرى الذكرى السنوية الثانية لهذه الثورة ماذا يقول بعض الناشطون هنا من هذه الساحة ماذا بقي من هذه الثورة ماذا بقي من هذه الثورة الثورة هي بضمير كل شخص بيحمل الهوي خزلنا بعض لما عملنا مجموعات والتكتلات وجبهات أنانيتنا وغرورنا ودينا إلى ما نحن عليه للأسف بس منوعد نحن المجتمع اللبناني أنه الثورة باقية هيدا عهد ووعد شكراً لأيلك شو بتتذكر من الثورة؟ ولا بتذكر أنه الثورة كانت عفوية نزلوا كلها العالم ليطالبوا بحقوقهم وآخر شي بيّن أنه فيه أجندات بهاي الثورة وناس بدأت تاخد الثورة محل وناس ما بدأت طالب بحقوقها فهيدا هي المشكلة شكراً لأيلك ماذا غيرت الثورة؟ أول شي الثورة زرعت شي جديد زرعت الأمل بوطن وبنفس الوقت زرعت الرعب قلوب السياسيين والمنظومة الحاكمة وبنفس الوقت أطلقت حملة واعي على مستوى الشعب اللبناني على كل لبنان بكل أراضي شكراً لأيلك لازلت تعملين للثورة شو تحضيرت؟ لازلت وسأبقى طول ما فيه إنسان فاسد طول ما فيه ناس فاسدين وناس نضاف بوجه عم بتقوله أنت فاسد يعني الثورة مستمرة شكراً لأيلك ماذا تقول عن الثورة؟ الثورة صار لسنتين شعب لبنان انتفض بطريقة سلمية وسقفية وما حدا نسمعه البلد طالما مخطوف من هالإرهبيين وهيدا البرلمائي اللي بيمثل الشعب خاطف كل أصوات اللبنانيين وما فينا نحن بقى نكفي هيكي شكراً لأيلك كنت من أكتر الوجوه المعروفة بالثورة شو بتقولي اليوم؟ نحنا ما رح نقدر نبني وطن طالما حضوننا في الثاني طالما مؤسستاتنا في الثاني طالما القضاء كمان مسيس نحنا سيادتنا بعدها مخطوفة نحنا ولا مرة كان عنا استقلال حقيقي بالبنان لأنه على طول نحنا استقلالنا نحنا على طول يعني مستحلين كان قبل السوري وكان هلأ الإيراني وقبله 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 شكراً لأيلك ماذا تقولين 17-20 سنة الواحدة وعشرين هو عنوان لثورة ناضجة لح تشتعل ضد كرتلات القمع والفساد والقهر بإسم الدولة شكراً لأيلك علي فقدت عينك بكلمي شو فيك تقول؟ أنا ابن 17-20 نحنا صورتنا منتهت نحنا صورتنا موجودة بكل قلب بكل روح بكل بيت نحنا صورتنا بركان فاير شكراً لأيلك بعني ما خلصت بدي كفه نحنا صورتنا محمحة تندفن مع روح الشهداء اللي راحوا تعونا نحنا صورتنا وروحهم بعدها غايشة معنا نحنا ما حننهي الصورة لأجلهم ولأجل عيوننا نحنا بعدنا خسرنا عين وعننا عين تانية مشوف عمل لبنان فيها موجودة شكراً لأيلك علي مع صرخة علي إذن ليال كانت هذه الأراء ويبقى السؤال هل شعار كلهم يعني كلهم سيصدح مجدداً في الساحات ويملأ الساحات أم أنه سيبقى ذكرى للثورة؟ أعود إليكي شكراً للزميرة ميرنا غرزوزي من ساحة الشهداء من ساحة الثورة رح أرجع إلى الستوديو الثورة بين الأحزاب وبين مجموعات الثورة رح أبدأ من عندكم من أبرز العنوين الخلافية بين مجموعات الثورة هو موضوع حزب الله سلاح حزب الله ودوره الخارجي وكل ما يحيط هذا السلاح اليوم أنتو كمجموعات مختلفة هل لديكم الرأي نفسه أم أنه لأ عنكم وجهة نظر مختلفة رح أبدأ معك حسين يعني لح أحكي وبعتقد أنه لا كل ياتنا عنا نفس الرأي يمكن عفيق التباس هون لأنه بأول الثورة كان في بعض المجموعات أو بعض القوة في بعض المجموعات اليسارية هي لبعض دلاليوم عندنا نفس الرأي ولكن هون حالياً وفي إجماع شبه إجماع بالمجموعات اللي أتليست تحكي مع بعضها أنه حزب الله مشكلة أكيد لأنه بالنسبة لنا السيادة هي من أهم المقومات لبناء الدولة ونحن بدنا نبني دولة وقت نحكي عن السيادة لما بتحكوا أنه السلاح مشكلة شو الحل بنظاركم للمرحلة المقبلة التعايش مع السلاح والخلاف بالطريقة ديمقراطية عبر المؤسسات أم أنه لا اليوم أنه بعد ما شفنا شو صار بألفان وخمسة لما كانت أربطاش أذار ولم تستطع أن تغير شيء بسبب سطوة السلاح برهن أنه في محل ما ما بيقدروا يعنوا شيء يعني بأعتقد أنا هون كمان وقت نرجع نفكر بأربطاش أذار وبالمقاربة تبعية أربطاش أذار كانت مقاربة مختلفة جدا عن مقاربة الأحزاب التغييرية وهلأ حقلك ليش نحنا عنا نضوج معين وعنا واقعية اليوم إذا وصلتوا على المجلس وعندكن عشرين أو ثلاثين نايب جديد قادرين تعملوا شيء وتغيروا بوجود السلاح اللي أكيد إنه ما بنعمله نحنا إنه ما بنروح قبل ما نفوت على حكومة إذا ما فرضنا منقشة استراتيجية دفاعية لنلاقي حل ونحصر هذا السلاح بقدر الجيش ما بنروح بنعمل بيان وزارة وبنحط عبارات أفلاقونية في مئة بالمئة بيوقف البلد يعني منروح على التعطيل بنروح بنعارض ليش؟ الديمقراطية معارضة يحكمون نحن بنعارض طبعا هيك رح يكون كيف رح تغيروا إذا كنتوا دايماً بس بالمعارضة لا هو نحن ما عم نقول إنه بس كيف رح تتعاطم موضوع السلاح نقاش نطلب نقاش ستراتيجية بدا نقاش هو السلاح يعني مثل ما قال زميلة حسين ولا مرة حدا قال إنه السلاح منه منه مشكلة هلأ تختلف في المقاربة يعني في ناس بيقولوا إنه مشكلة حزب الله هي تدخل وبالخارج ناس بيقولوا لأ إنه هو أيضا حامي هيدا المنظومة بس بس في اتفاق على كلهم يعني كلهم وكمان في درجات مسؤولية ولا مرة شكتنا هيدا الأمر بس اليوم اليوم لما منحكي عن السلاح بد يكون عندكم على القليلة يعني طريقة أو تصور للتعاطي معه إذا فدتوا على المجلس بناء الدولة بس فيه ممكن بس كثير من المجموعات عاملة استراتيجية دفاعية حتى مش مش شغلت المجموعات استراتيجية دفاعية طبعا مش شغلتها ولكن في كتير ناس تفهم وناس عن جد أصحاب فكر عم بيشتغلوا على هذا الموضوع ناس خلصوا ويشتغلوا أصلا على هذا الموضوع حزب الله مشكلة أساسية بالبلد كيف تتخطاها أصلا لو ما حزب الله وسلاحه ما بقيت أطراف المنظومة واقفة عجرية وهو اللي فارد إيقاهه على اللعبة السياسية بالبلد هو جايب رئيس جمهورية هو جايب الحكومة طب إذا السلاح هو الأساس اليوم هي المواجهة الأساسية كيف تكون تقوتوا بمواجهة دواته هي مواجهة مثل ما قال الحسان بالأول ما حنعمل أي كومبرومي معه مش متل ما قالوا الشباب هني ضد سلاح حزب الله وضد حزب الله بس بيعملوا حكومة معه وبيعملوا قانون انتخابات معه وبيجيبوا رئيس بس هو أخر موجودين شو بيقتلنا هي قتلنا من فل كلنا من فل كلنا ممكن يكون هذا الحل بس أنه تكمل هو حاكم بهذه الطريقة والبدو ساعة بيشيلهم حقق روح على القضاء بيوقفوا روح على الانتخابات بيلغي الانتخاب بس شو بتعملوا حالي بتتعاطى بتفوضوا بحارب أهلية بحارب أهلية هيدا سلاح ما هنعطيه مجال يستعملوا علينا خليني خليني بس عنا مقارب بس في شغل إضافي ونحنا الحل بالنسبة لإلنا وهو كمان يعني من أسباب وجود حزب الله وقوته اليوم هو غياب الدولة هو كمان سلوك الأحزاب يلي هن مسؤولين عن هيدا الشيء سلوك الأحزاب بقوة حزب الله غياب الدولة أو تحميش الدولة بس مشوا معه باللقبة هذه الفكرة اللي عم تقولها رح نتقل عنكم بنفس المنطق اليوم في أحزاب بتقول المشكلة هي حزب الله طيار المستقبل القوات اللبنانية وتعايشتهم معه وعطوا بالسلطة معه وخطوا الانتخابات معه وطيار الوطني الحر في ورقة تفاهم بيناتهم حركة أمل غير موضوع في يعني عم نروح على غير بقى نطلق عن الحزب الله يمثل طائفة أساسية بهذا البلد هذه الطائفة تنتخب حزب الله لما الثورة خلال الانتخابات تقدر تحقق خرق بالطائف الشعية على صعيد الترشح على صعيد الانتخابات على صعيد أنه يكون في الواقع نحن حاولنا نفشلنا بس هل هي صند المشكلة نحن تعترف أنه تشلته عملنا نعمل خرق وحضرنا كثير من المعارضين لحزب الله وسلاحه ولم نستطيع أن نصل إلى خرق ليش ليش خليني خد بهذه النقطة إيدنا بإيدكم كثورة بالوعي اللي نحن عم نحكي عنه اللي عم يتبلور عن الأكتريس صانتة من اللبنانيين إذا بدكم تفوتوا تعملوا تغيير بدون يسير في نقاش مع الأحزاب نحن وياكم ملتقيين أنه في مشكلة هون نحن وياكم ملتقيين أنه في مشكلة اسمها سلاح حزب الله بالإضافة للمشاكل التانية السؤال لأي الرئيس الجمهورية ميشيل عون مدعى طوال هالخمس سنين لأي جلسة تتعلق بالاستراتيجية بس خليني أنا أطرح خليني اطرحوا على رابع اطرحوا على رابع ليش لم يطرح رئيس الجمهورية موضوع استراتيجية الدفاعية مع أنكم كنتوا دايما تقولوا أن السلطة والسلاح لازم تكون بيد الدولة بموضوع سلاح حزب الله نحن جينا من ميلي كتير بعيدة وقررنا نعمل تفاهم على شيء أساسي قاله عبد السلام أنه هذا بمثل شريحة من المجتمع اللبناني لبل أكتر من هيك هذا حامل السلاح وعن بقول أنا عندي قضية عم فكر فيها شو القضية؟ هلأ هون السؤال هذه القضية أنا حر كمان استهزئ فيها وحر ققعد معه بس أنت كتيار كتيار وطني حر أنت كتيار خليني أنا عم بتسألك لحوصلك الفكرة لحوصلك عالي فهم بتسألك أنت كتيار وطني حر أنت كفكر نشأت عليه من 20-30 سنة لليوم بتقول أنه عنده مشروع شو المشروع؟ أكيد متطلع على ورق التفاهم نحن بورق التفاهم بند السلاح واضح أن حملة السلاح ليس غاية بحد ذاتي ودعينا كل المجتمع اللبناني طعوا نقعد سوية مع حزب الله وعطينا مثل تجربة الحرب اللبنانية وقت اللي حاولوا بعض الأحزاب استفراد حزب الكتائب كيف تحولت إلى حرب لبنانية وقلن لهم حزب الله معالجة سلاحه هي معالجة لازم تكون بالتفاهم ما بدي استفيد بكي بس اسمح لي أنا حيدي النقطة بحيدي النقطة بسمحي لي أرجع أقول وين أخطأ عبد السلام أخطأوا أنه وقت اللي جينا نحنا وقلنا أنه بدنا نعمل هذا الحوار مع حزب الله من بعد 2006 كان في مراهنات على أنه حرب على إيران قدمة لشو بدنا نحاوله هلأ بس تنضرب إيران وبينتهي حزب الله ونحنا منطلع منتصرين بالشعارات السياسية هذه الرهانات يلي عطول بتكون داخل لبنان يمكن بعض أحزاب السورة بمحل معين كان في ضوء أخضر خارجي للسورة كمان في رهانات يا خير حزب الله خانقنا مغير وجه البلاد ما حولك كذا نقطة تريحوا بموضوع سلاح حزب الله لازم نتوقف عندهم أولا المواجهة مع سلاح حزب الله مستمرة ما فيها توقف لأنه بالنسبة لأن هذا السلاح هو سبب أساسي بعدم بناء الدولة ما فيها تنبنة دولة بس المواجهة كيف بدها تكون على كل المستويات بالانتخابات على المستوى الشعبي على المستوى السياسي على المستوى المواجهة داخل المؤسسات بس شو غيرتوا بهذه المواجهة من سنتين لليوم لحالك شو عملنا مش بس من سنتين لليوم أولا نحنا ما كنا عم نتفرج على حزب الله نحنا كنا عم نقتل 14 أدار اللي قالوا الشباب أنه ما قدرت كانت عم تقتل بالشارع يعني مش إنه كنا عم نتفرج كانت بس لحظة بس لحظة عن السود عبد السلام كل هذا المصار عبد السلام بس بتستسلم بس بتستسلم خليني أقولك كنا عم نقتل بالشارع وبقينا عم نواجه مع حزب الله تانيا الطرح اللي طرحته جدا مهم أنه نطرح استراتيجيات دفاعية صار طاولة حوار يلي قاله ما عدنا مع حزب الله نحكي بل عدنا مع حزب الله على طاولة حوار وطرحنا استراتيجية دفاعية مصبوط وطرحنا استراتيجية دفاعية وقالنا حزب الله شو تعملوا فيها بسبعة أيار وقت نزل احتل بأيين جربنا جربنا نبني دولة اليوم شو بتعمل بتتحالف مجدد الكرميل الانتخابات أبدا المواجهة مستمرة معه مستمرة بس شعارات سياسية لأنها مستمرة بالواقع وين ما صارت بالواقع نحنا على كل المستويات نحنا وياه مواجهة بدي أختم معك موضوع السلاح قبل معطلة على سأختم بإجاز بتمنى بس ما حدا نقاطع كون الوحيد اللي حيجي يحكي باختصار باختصار جدا أول شي معيب نحنا اليوم نجي نناقش موضوع السلاح بالداخل والعدو الإسرائيلي اليوم بيكارش لا ما في شي معيبي ما في شي معيب عم تقلنا معيب عم تقلنا معيب ما في شي معيب طيب بس ما تقلنا معيب أنه نقطر بالداخل نحنا بدي ذكر بس بما قاله الإمام مستطر بمعناها كل من يحمل سلاح ولا يحمل معه فكر سيصبح يوما ما قاطع طريق كمان بيقول العدو الداخلي أكثر من العدو الخارجي كمان إمام موسى الصادر هيك بيقول إبا جيتا رح يشهل عندك بس عبينة دقيقة بالداخل سفر قوتوا لحرق غير صحيح يا علي نحنا سأخذ منكم كحركة أمل غير صحيح يا علي وقاتلنا وحققنا على السياسة وقاتلنا وحققنا على السلاح المقاومة لا تزعل علي علي لا تزعل علي نحنا ضد نحنا ضد أي فريق يستعمل مع الشي انت ضد لشانهم استعمل علي انت ضد لشانهم استعمل خليني سوّب لك مقلو عالمية بالداخل خليني سوّب لك كل الشعب اللبناني يستفيد من وفيق صفة مبارح نزيل هدد لقاضي بيطار هل هددوا لأنه مستند إلى 14-15 نايب ولا إلى منظومة الأمصان السود لما وفيق صفة بيهدد قاضي محقق عدلة ما عم يستند على قوة والله خليني بس وضع مين وفيق صفة للمشاهدين اللي عم يشوفونا لأنه في كتار ما بيعرفو وفيق صفة مسؤول وحدة الارتباط عند حزب الله منزل هدد لقاضي بيطار وقال له للقاضي بيطار منقبعك هيدا ما استند على قوة والله الخدرة الشعية سمح لي بموضوع السلاح قبل أن أأخذ رئيس ثورة هون أيضا فيه كتير نقاش كان بداخل حركة أمل بالسنين الماضية على جدوى السلاح على سطوة حزب الله حتى على داخل البيئة الشعية وعلى حركة أمل تحديدا يعني مشان هيك عم نبالغ بالشعارات سلاح بالداخل سلاح بالداخل أهميته في الخارج وليس في الداخل كل شخص أي تنظيم مجتمع مدني أو تنظيم مهما على شأنه إذا يستعمل السلاح في وجه الشعب اللبناني سيسقط في اليوم التالي الأداء السياسي لحزب الله الأداء السياسي لحزب الله ما استعملوا بالداخل يعني ساعد بعد الأداء السياسي لحزب الله البعض يعتبر بأنه أسقط صفة المقاومة عن السلاح وحولوا إلى أداة لفرض وتغيير النظام بالداخل هل يعني هيدا رأي الثورة اليوم نعم أم لا؟ طبعا نعم أصلا يعني بالتاريخيا تقدر هو صار البندقية الوحيدة لوجه إسرائيل صفة ناس هني بابلشوا قابلوا بالمقاومة وهي دي حقيقة ما بيستغيب عن بالنا كل دقيقة موجودة كذا مرة استعمل سلاحه بالداخل وهو حريص أنه يضل أصلا ربط مصير البلد كله بسلاحه بفكرته بارتباطه بإيران على فكرة ارتباطه الخارجي بعد أخطر من سلاحه بدي فوت على موضوع النظام الطائف يعني النظرة للنظام البعض يعتبر بأنه الطائف خلص البعض يتمسك بالطائف وبمندرجات الطائف ولكن بعد هذا الفاصل اسمحوا لي نطلع على فاصل ونعود لمتابعة الجزء الأخير من هذه الحلقة نعود مشاهدين لمتابعة الجزء الأخير من هذه الحلقة الحلقة في الذكرى الثانية من ثورة 17-20 بين أحزاب السلطة وبين مجموعات الثورة سيبدأ من محل ما ختمنا وهو موضوع النظام اليوم من عندكم بما أن أنتم متمرسين أكثر بالسلطة هل كل الأحزاب اليوم بعد مع الطائف بعد مع تطبيق الطائف ومع البنود والمندرجات التي لم تطبق من اتفاق الطائف سيبدأ من عندك عبد السلطة لا شك أن اتفاق الطائف بحاجة للتطبيق لأنه في كثير من بنود أساسية ما تطبقت فيه والأكيد بحاجة لبعض التطوير لأنه تعرف اتفاق الطائف اعتمد كنموذج لحل النزاعات بكثير من الدول اللي فيها نزاعات وفيها أكثر من طائفة وبالتالي إذا بتقليل الطائفة نحن متمسكين فيه أولا لأنه يؤمن المناصفة في لبنان أي شيء برات الطائف ياخذنا على أي صيغة تانية نحن متمسكين بهذا البلد أنه فيه جناحين مسلم ومسيحي قال الرئيس الشهيد رفيق الحريري كلمته الشهيرة وقته أنه وقف العد ما بدنا هلأ عم نسمع كثير طرحات عم تحكي بالعد وعم تحكي بهذه الأمور بتغيير الصيغة وإلى ما هنالك خلونا نطبق نظام الطائف صح ونشوف وين الصغارات بتطبيقه نعم ونحاول نطورها على البارد مش على الحامل تيار الوطني الحر كلفنا 200 ألف شهيد وكلفنا حرب أهلية وبالتالي أنتم ضد أي صيغة أخرى بدنا حوار بدنا نقاش ما بدنا نروح لأمور على الحامل التيار الوطني الحر عندما يقول البعض بأن الجمهورية الثانية خلصت راحين على نموذج جديد أو على جمهورية ثالثة وبالتالي على نظام غير الطائف هل هذا هو صلب الخطاب اليوم بالتيار الوطني الحر نعم أم لا هو التيار الوطني الحر كمان واضح بهذا الموضوع اللي تفضل في عبد جزء كتير كبير منه محق ولكن في تعديلات آنية وضحت بالممارسة منها المهل الأنونية تقدم مشروع أنون لتحديد مهل الأنونية ما معقول بلدنا يكون فالتها الأد منها أنه لازم يطبق بإنشاء مجلس شيوخ يروح مجلس النواب لخارج القائد الطائفي مع الانتقال بأنون أحوال شخصية بس أنتم هل تطلعون إلى تعديلات تعيد جزء من صلاحيات رئيس الجمهورية هلأ بالممارسة تضح أنه ما فيك أنت تحطي رئيس جمهورية وتحطي صلاحيات مش بمحل واحد يكون عند كل واحد سلطي التعطيل هذا بحاجة لنقاش هذا ما بيجي للتيار الوطني الحر بس نحنا بمحل بس أنتم مع الطائف مش مع الطائف كطائف هيك شي منزل لا مع حوار لتطوير الطائف خاصة بموضوع الانتقال إلى الدولة المدنية تطويره لنروح على نظام جديد ولا تطويره لتطبيق مندرجاته هلأ فيه مندرجات تطبق فيه ولكن الانتقال إلى الدولة المدنية صار حاجة مرحة بهذا البلد وبالتالي نظام جديد بس هو أكيد عم يحكي أن الطائف الوطن للحر بده دولة مدنية بمعايير مين معايير القانون الأورتوديكسي بمعايير ماريو عون لي الحرائق بمناطق المسيحية بش بمناطق الإسلام بمعايير ما يخرج وقت لقلتهم للثورة سكروا الطريق على الإسلام ومش على المسيحية بمعايير مين قبل ما أجل عندكم عن موضوع الدولة المدنية والنظام رح كافي رد ليال ولا بس نزدتهم بمرؤون رد بس بطريقة سريعة ما يخرج مقالتها وما نطلع الفيديو توني وما أننا مظبوطة الحادثة بالمواضيع الأخرى الباقي أتار وطني لا ما نفيتها بالحلقة وانا كنت حده لتوني وما معه فيديو وطلعي خبرية مع العازم وتصريح جبران باسيل عن المارونية السياسية والخطابة وحقوق المسيحيين أكبر كذبة لما نحكي عن حقوق كل الأحزاب اليوم نستعمل حقوق الطواير بالخطاب السياسي نحن لا نستعملها اليوم لبنان ما بين الانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية أمام ولادة جديدة أنت تعويتنا اليوم لا تشوفي عن النظام اليوم يمكن قوت الرئيس بره بشخصه هي عاطيها الهيلة منكم بالاختصار بالنظام أنتم مع الطائف وطبيقهم درجات الطائف اليوم دعوتنا الطائف حط عتبة الخلاص من هذه الطائفية السياسية التي هي أزمتنا الحقيقية أجد حركة أمل الرئيس بره لما نفوت بتعيادات القوانين بدل من أن نفوت من الباب بتشكيلها أعليا للغاء الطائفية السياسية مرارا وتكرارا لم تنجح قالوا أنت عم نفوت من الشباك عبر الأنون الانتخابي لكن هناك أعتراض من الأحزاب المسيحية كان هناك أعليق على هذا الموضوع دعوت للشباب اليوم لبنان أمام صناعة مئوية ثانية خلينا نصنع هذه المئوية الثانية بعيدة كل البعض عن الطائفية السياسية هذا كان مثل ورق التفاوض كان تهديد للطيار الوطني والقوات أنتم تقبلوا لا تقبلوا بأنون 2018 هناك أنون أنا قادر أفرضه عليكم لا تقبلوا هذا أنون للإسلام بدل المسيحية كمان كلام طائفي قانون سياسي طرح قبل ولكنه كان ورق التفاوض ولكنه كان ورق التفاوض قال له الوزير بأسير للرئيس بره أول مرة بشوف فيك عيون موسى الصدر قال له الرئيس بره أنت كنت أعمى طرح قبل أنون 2018 ونطرح على الورقة والألام تفضل ما بهم أي متى انطرح بهم شو كان دوره دوره كان طائفي ونفسه كان طائفي لماذا تراجع بالعكس نحن من 92 لليوم بس نحن 17 نائب كيف الرئيس بره من 92 لليوم كم مرة دعا للغاء في اتفاق مع حزب الله عليه نحن دعينا بجدية لتشكيل لتشكيل يعني معناه وشعرت بس العنون هيا بمجلس النواب يتفضلوا يصوتوا على المجلس النواب هناك كم هائل من الموجودين يكرم يبين عند الامتحان قوات اللبنانية كلها هذه أفعال بس للحكم القوات اللبنانية مع الطائف نعم أم لا خليني بلش أول شيء أنه ما في نظام بالمطلع هو نظام الأمثل بأي حكم ما نعتبر أن الطائف هو نظام الأمثل إنما بما يتوفر اليوم قدامنا طبعا نحن مع تطبيق اتفاق الطائف تطبيقه من بند كتير أساسي حتى نقدر نروح على دولة لمركزية لا لا غير اللامركزية هو نزع سلاح كل الميليشيات لا يمكن البحث بأي تطوير للنظام أي تطوير دون نحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية إذا في حد موافرد على الطاولة نحن نتفوض نحن وإياه بموضوع تطوير النظام هذا السلاح بجوهر تطوير النظام اليوم القوات اللبنانية هناك مآخذ كثيرة عليها لأنه بالعالم تقولوا نحن مع اللامركزية الإدارية الموسعة والذي يوثقون عليها الطيار الوطني الحر بس بجوهر اللامركزية تبع القوات اللبنانية هي أكثر تروح على الفدرالي يعني منروح على تقصيم وهذا اللي دايما حزب الله يعني بيبيني أولا ما عنا حرج نحن بولا محل وبننطالب بالفدرالية كنا طلبنا فيها نحن عم نحكي ضمن الدولة اللبنانية الحالية نحن معنا مركزية موسعة سياسية وإدارية ها واحد اثنان نحن مع الوصول مستقبلا إلى دولة مدنية كاملة إنما في كتير شروط لنصلى مننا قانون أحوال شخصية مننا حقوق المرأة مننا حقوق الإنسان في لبنان مننا كتير أمور والأحزاب الدينية قابل للتطبيق إذا كان حزب الله يريد تغيير وجه لبنان كما يقول الثوار قابل للتطبيق إذا قدرنا ننتصر نحن وهؤلاء الثوار وكثيرين بيشبهونا بموضوع الوصول إلى دولة المدنية ويشهد نظر أحزاب أو مجموعة الثورة للنظام يعني اليوم ما فيكم تفوتوا على الانتخابات النيابية بدون على قليل التصور للنظام هل منكف بالطائف أم نروح على نظام جديد رح أبدأ من عندك خلينا نكون واضحين نحن أحزاب ومجموعات بدأ تغيير جذري يعني بدنا طبعا هذا النظام ما بنسبنا بالمرة لأنه نعتبر نحن كلها الدستير هي مجرد تكريس الغالب على المغلوب يعني عهد مرونية سياسية سنية سياسية شيعية سياسية هلأ كمان وصينا على البيب أصلا وهذا التفاوض اللي عم بيصير بيناتهم بهذا الشعر بيجوهر النظام شو هي الرؤية؟ لمركزية إدارية موسعة علمانية بدأ نوصل العلمانية طبعا من باب الدولة المدنية ما في مشكلة بدأ نوصل لدولة علمانية نحن بنعتبر أنه حاليا ما فينا نفوت بهذا النقاش لأنه ما في ثقة بالناس اللي حيروحوا يعملوا هذا العقد الاجتماعي مشان هيك نحنا بدنا نعدي الميزان القوة معهم وبعدين نروح على طرح فرينا الرؤية للنظام ما بعد الانتخابات لأنه اليوم خلص فتنة بمرحلة الانتخابات والنيابية قبل ما أحكي عن نظام قبل كانوا يتساءلوا إذا طبق نظام الطائف أو لا بغض النظر إذا طبق هو ما طبق ولكن لم يطبق نظام الطائف والسبب بهذا الشيء بإليته محدد سقف زمني أصلا لتطبيقه وأصلا بيحكي عن مجلس الشيوخ اللي حيعزز الطائفية نحنا بالنسبة للنظام المثالي نحنا الدولة المدنية وين بيصير في فصل ما بين الدين والدولة وين بيصير في قانون أحوال شخصية موحد موحد لجميع اللبنانية بيحمي حقوق المرأة بيحمي حقوق الطفل بيحمي حقوق جميع المرأة يعني جد مش سخري أو شيء ولكن هكي مثل نقض صغير أنه ما فيه بيناتهم ولا حدا الأحزاب لا أحزاب لا أحزاب مضبوط بالأحزاب التقليدية النساء أقلات تيار المستقبل أنا بيلك بان الطالباء أنا عم نحكي هون هلأ بس يلي قلته جدا هو موجود يعني هو صحيح تجميل البعض يعتبروا تجميل الدليل هي الحكومة الحالية يعني كان فيه مرأة بس يقولوا أنه فوتوا مرأة على الحكومة نحن مع تمثيل المرأة وقدمنا اكتراح الكوطة النسائية ونحن نأمل أن نوصل لفترة مرأة لا تحتاج كوطة لفترة بالنظام العودة إلى النظام بالنظام والعودة إلى النظام الرؤية للنظام أيضا نحن أجرى أطرح نفس السؤال مع الطائف أو مع الذهاب إلى صيحة جديدة وعقد إجتماعي لا شك أن الطائف نهى فترة الحرب الأهلية ونحن اليوم بحاجة العقد اجتماعي بين المواطنين اللبنانيين جديد بيربط المواطنين بدولة حاضرة مش عبر زعماء وفعاليات وشخصيات وأنتج نظام زبائنية ضرب كل شيء بالبلاد نحن مع المحافظة على وجه اللبنان الليبرالي والاقتصاد الحر مع رفع الاحتكارات مع حقوق اجتماعية للطبقات المسحوطة وبالتالي مع تطبيق الطائف لا مش متمسكين بالطائف دولة مدنية بس عفوا بدي أقول فكرة أساسية الطرح تعديل الطائف كل حدا يكون عنده رأيه بكيف نظام بلده بس نحن مش مستعدين نروح على أي أي تعديل بالدستور اللبناني بوجود عدم توازن بيننا وبينهم خصوصا أنه في حدا حامل اسلاح حطوا على الطاولة من فوت بشي بنوايا حسني بيخدنا محل ما هو بدي فنحن كتير حريصين قبل ما يصير في مساواة بين اليوم إذا رحتوا على الانتخابات وجبتوا ثلاث أو أربع نواب تتركوا النقاش بالنظام بعد الانتخابات اللي بعدها أنا عم بعطي فرضية لانتخابات بتفرز موالات ومعارضة وخلينا نروح لنظام ديمقراطي موالات موالات مش ديمقراطية توافقية أنا مع وجود الأكثرية والمعارضة بمجد السنوات هذا ضروري وهذا شيء صحي لأنه ضروري يكون في معارضة بالناءة ترائب الأكثرين بس بالأداء السياسي ما حدا عمله بكل سنين الماضي هنا بالانتخابات يحطوا هاي إشراف عن انتخابات وكله منيح تكون هيد الهايئة مستقلة وبعدها منحكي ساعتها بالأداء السياسي بتكون تطالبوا جهات الدولية بمراقبة الانتخابات بدي طالب الأحزاب بالـ 2021 يا عمي انتوا بالبرلمان كان فيه 52 قانون حيوي يعني عم نحكي اتصالات وعم نحكي وسيط جمهورية بدهم مرسيم تطبيقية على أبواب الانتخابات النيابية لسنة 2022 ما هو شعار طيار المستقبل؟ نطلع من عهد جهنم اللي وصلنا له أهم عنوان الانتخابات النيابية المقبلة للطيار الوطني الحر محاسبة من بعض من بعض كشف الحقيق مش كلهم يعني كلهم هكي عنوان حركة تأمل الانتخابات النيابية المقبلة دعوة الجميع للمشاركة بكثافة بالانتخابات النيابية القوات أعطيني عنوان أساسي للانتخابات المقبلة مواجهة مستمرة مع تحالف المافيا ميليشيا يعني تحالف من أوصل البلد بفساده إلى ما هو عليه اليوم وتحالف من يقوم عبر سلاحه بقتل اللبنانيين كل يوم مجموعات الثورة مرحبا ليش من عندك حسين من تشرين عنوان للانتخابات المقبلة جميع المسارات متاحة مصار مؤسساتي انتخابات النيابية على البواب اليوم ومصار مجتمعي لازم نعمل مصار مجتمعي لازم نغير الثقافة السياسية لهالمواطن لما يرجعوا يحكوا بسنة وبيشيعة وبمواقع بهادة بكرة العنوان اللي راح تخوضه تحت الانتخابات دولة حرية وعدالة اجتماعية العنوان اللي راح كمان تخوضه تحت الانتخابات اول شي معركة اسخالية القضاء ثاني شي حماية شبكة شبكة امان اجتماعية تحمي مقومات مجتمعنا والتأكد من عدم القفلات من العقاب وهذا عبر اسخالية القضاء عامية سبعة عشر شرين نحنا هنكون نسعة نكون في لوائح موحدة للمعارضة بالانتخابات ونحنا بنطلب من كل لبناني حتى لو كان بأي حزب كان ينتخي بضميره من بعد هالسنتين المرء والزل اللي امرأنا فيه اذا الشعب اللبناني ينتخي بنفس الطبقة السياسية معنات ان احنا مغلطين بس كل حدا حتى لو كان حامل بطاعة حزبية او عنده موقع بحزب ينتخي بحرية ضميره وهذا شي مش اكتر من هذا كمان دولة مدنية حرية وعدالة اجتماعية وعم نشتغل كثير على مواضيع الشباب يلي هاجر يتكلها من لبنان كيف تقدر ترجع لانه بدون يدفعوا هن زاتهم اللي وصلونا للسياسة الانهيار بالسياسات النقدية بدون يدفعوا المواطن عموم المواطنين مش بدون يدفعوا من جيبتهم عم بيجربوا انه ثرواتهم يضبوها تحت المواطن هو اللي يدفعوا اكبر دليل هو سعر الصرف يلي وصلنا له اليوم شكرا للكم ممثلي الاحزاب الموجودة اليوم داخل البرلمان اللبناني ممثلي مجموعات الثورة شكرا على وجودكم بهذه الحلقة الخاصة بالذكرى الثانية لثورة 17-20 إلى هنا مشاهدنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من المشهد اللبناني من بيروت شكرا لحصن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة